أسعد الله أوقاتكم لم يعد للعربي من مظاهر قوتهم شيء يذكر فالروابط السياسية بين الدول العربية تتفكك يوما بعد آخر وجامعة الدول العربية باتت منتدا لطرح الهموم السياسية وليس لشيء آخر والتناحر بين الأنظمة بلغ مداه هذا لسان حال العرب اليوم هذه الحال التي أفضت إلى فراغ سياسيا واستراتيجيا كبير بعد غياب العراق عن مسرح القوة العربية وتحول الدولة السورية إلى ما يشبه الهيكل وتبدد الدور المصري الإقليمي بينما تبدو المملكة العربية السعودية غير قادرة على تحمل أعباء العرب السياسية والأمنية بمفردها وسط هذه المعطيات ثمت من يهمس أن تركيا يمكن أن تملأ الفراغ بما حباه إياها التاريخ والجغرافيا والدين والمذهب من هبات هذا الهمس تحول بعد ذلك إلى صوت مسموع لكن أي دور تركي في هذا السياق هو رهن بقبول العرب ووجود علاقات من نوع محدد وفي مستوى معين بين الجانبين العلاقات العربية التركية محور حديث العرب اليوم ما محددات العلاقة بين العرب وتركيا؟ وما حال هذه العلاقة اليوم بعد أكثر من عقد ونصف على عودة تركيا إلى محيطها الإسلامي منذ وصول حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى السلطة؟ كيف تأثرت العلاقات بين الجانبين العربي والتركي بموجة الثورات التي ضربت عددا من الدول العربية؟ ماذا يريد كل طرف من الآخر؟ وما مدى قدرة الجانبين على بلورة صيغة علاقات تقودهما إلى أداء دور حاسم في إرساء السلم والاستقرار الإقليميين؟ هذه نخبة من أسئلة حلقة اليوم من برنامج حديث العرب فأهلا وسهلا بكم مشاهدين الفاضلين إذا هل اللقاء المتجدد الذي تأتيكم تفاصيله بعد التقرير التالي وسط أجواء من عدم الاستقرار والسيولة السياسية تعيشهما أكثر من دولة عربية يبدو الدور التركي رقما لا يمكن إهماله في معادلات التوازن الإقليمية لما تتمتع به العلاقات العربية التركية من خصوصية وأهمية تلك العلاقات التي شهدت مرحلة من إعادة البناء منذ العام 2003 تزامنا مع وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم وما تبع ذلك من مواقف وسياسات تركية منفتحة على المحيطين العربي والإسلامي أول المواقف كان رفض البرلمان التركي السماح للقوات الأمريكية بالعبور من الأراضي التركية إبان غزو العراق ما ترك أثرا إيجابيا في الأوساط العربية التي وقفت ضد الاحتلال الأمريكي وتتابعت المواقف التركية المتجاوبة مع الحق العربي في فلسطين تتابعا زاد من عمق العلاقات مع العرب بالقدر الذي أثر سلبا على التحالف العسكري الذي كان قائما بين أنقرة وتل أبيب وحوله إلى خصومات ومواقف سياسية حادة بلغت ذروتها بمقتل سبعة متطوعين أتراك حين اعتدت القوات الصهيونية على سفن أسطول الحرية الذي كان في طريقه لكسر الحصار الصهيوني على قطاع غزة ومع اندلاع الثورات الربيع العربي كان لتركيا دور في مساندة تلك الثورات مساندة رسمت صورة أكثر قربا من نفوس الشعوب العربية غير أن الربيع العربي ما لبث أن انتكس في أكثر من دولة عربية بفعل الثورات المضادة الأمر الذي أورث تركيا خصومات مع بعض الأنظمة التي ترى في حكومة أنقرة مساندا قويا لمن تصفهم بدعاة الفوضى في المنطقة ورغم ما اعترى العلاقات التركية العربية من فتور بسبب مواقفها من الربيع العربي إلا أن تركيا تظل عاملا بالغ الأهمية في ظل التطورات الأخيرة في سوريا والعراق واليمن وما يتكشف عن عمق التمدد الإيراني المتشح بالمذهبية في المنطقة العربية وكذا ما يتردد عن صفقة القرن لتصفية القضية الفلسطينية كل ذلك يفرض على تركيا وعلى الدول العربية تنسيق الجهود لمواجهة خطر بات يهدد الجميع للحديث عن هذا الموضوع معي في الستوديو سمير نشار العضو السابق في الائتلاف الوطني السوري وعبر الأقمار الصناعية من اسطنبول فراس ردوان أغلو الكاتب والمحلل السياسي التركي مرحبا بكم أبدأ معك فراس ما المفاصل الأساسية التي تتركز أو تتأسس عليها العلاقة بين تركيا والعرب ممكن أن ننخص ذلك في عدة نقاط لكن أهمها ربما ثلاث نقاط النقطة الأولى هي العلاقات الاستراتيجية دائما هناك بين الدول ما يسمى بالعلاقات الاستراتيجية تكون هناك مشاريع طويلة مشاريع مؤجلة مشاريع مهمة جدا والنقطة الثانية هي المجال الاقتصادي المجال الاقتصادي أيضا هو مهم جدا في العلاقات بين الدول والنقطة الثالثة هي المجال الثقافي الذي ينطوي تحت منه ما يسمى الدين ما يسمى العادات المشتركة ما يسمى بيئة جوار بينهما ولذلك هذه النقاط الثلاثة ربما هي من أهم ما يشمل العلاقات بين الدول فيما بينها مثلا أعطيك مثال العلاقات الاستراتيجية بين تركيا والولايات التحدة الأمريكية هي علاقات استراتيجية ضخمة ومهمة جدا بالنسبة للتركيا لأن تجد فيها مثلا البعد الاستراتيجي بينما العلاقات الاقتصادية أنا أعطيها مثلا بعيد أيضا هو مثلا مع روسيا تصل إلى 100 مليار هذا لا يتناسب مع تركيا مع الولايات المتحدة الأمريكية في فرق كبير هناك 17 مليار مع الولايات المتحدة الأمريكية لكن الاستراتيجية مختلفة مع روسيا هناك 100 مليار دولار هذا أيضا شيء آخر لكن كل الطرفان لا يشتركان بالعلاقات التركية العربية وهي علاقة الدين، علاقة العادات المشتركة، علاقة الثقافة المشتركة العلاقة المهمة جدا التي كانت مشتركة على مدى 500 عام وطبعا هذا بالنسبة للدولة العثمانية لكن إذا عدنا إلى ما قبل ذلك هناك علاقات مرتبطة جدا بين كلا الطرفين أعتقد أن هذه النقاط الثلاثة ربما هي من أهم النقاط التي تجمل العلاقات بين كلا الطرفين تركيا ستجد ضالتها في كثير من الدول العربية وفي نفس الوقت الدول العربية ستجد أيضا ضالتها في تركيا لأسباب كثيرة اقتصادية سياسية اجتماعية هذا ربما سيتبين كثير في المحاور القادمة لكن هذه النقاط الثلاثة أراها هي الأهم بالنسبة للرؤية التركية باتجاه الأقطار التي تهمها وربما الأقطار الأخرى التي ترى تركيا في نفس الرؤية نعم يعني أستاذ السمير الأمن القومي بين الطرفين تركيا والعرب هل ثمت نقاط تماس تجمع الأمن القومي بينهما أو بالأحرى السؤال هل هناك ارتباط بين أمنهم القومي في المرحلة الحالية بين الطرفين؟ يعني لا شك لو كان هناك دعني أقول نوع من التنسيق ما بين المواقف السياسية تجاه المشاكل الإقليمية التي يتعرض لها الإقليم لكان بالتأكيد الدور التركي والدور العربي دوران متممان لبعضهم البعض في الدفاع عن الإقليم وعن المصالح المشتركة التي تجمع الدول العربية وتركية هناك الكثير كما ذكر الأستاذ في رأس من العوامل والمصالح المشتركة التي تقوم بين الدول العربية وما بين تركيا لسوء الحظ أن هناك ربما تباينات سواء كان في طبيعة النظام السياسي النظام التركي هو نظام علماني في جزره وإن كان حاليا في السلطة موجود حزب زو خلفية إسلامية في أغلب الدول العربية للأسف الشديد هي دول هشة لا تتمتع بمشروعية دستورية من قبل شعوبها وبالتالي لا يوجد آلية ديمقراطية لانتخاب قيادات سواء كان في جميع الدول العربية بحيث تستطيع أن تكون ندا حقيقيا لتركيا بالإضافة طبعا أن هناك ربما أصبح في الفترة الأخيرة ربما خلاف مصالح ما بين تركيا وما بين الدول العربية خاصة في مرحلة السورات الربيع العربية خلاف مصالح أريد أن أعود معك إلى قضية الأمن القومي لأمن المنطقة أمنهم القومي هناك من يقول بأن الأمن القومي نظرة كل من تركيا والدول العربية مغايرة أو مختلفة بالنسبة لموضوع مهددات الأمن القومي العرب مثلا يرون في إيران المهددة الأكبر لأمنهم القومي بينما تركيا لا ترى في ذلك ربما ترى في الأكراد والأكراد العرب يدعمون ما تأثير هذا التباين في مهددات الأمن القومي العربي على طبيعة العلاقة بين الطرفين بالتأكيد ما ذكرته هي موضع الخلاف الذي نشهده حاليا ما بين الدول العربية الخلاف في الموقف من إيران وأولوية الصراع هل هي حاليا مع إسرائيل أم مع إيران كما تحاول إيران أن تلقي الضوء على أن الأولوية هي الصراع مع إسرائيل الدور الإيراني في المنطقة أرسل رسالة سلبية إلى الدول العربية بأن أمنها القومي هو موضع تهديد هذا الاعتبار لم يكن يأخذه تركيا على محمل الجد لأنه تركيا ترتبط بعلاقات وسيقة جدا مع إيران ربما تركيا تحاول أن توازن ما بين مصالحها ولا تنحاز للطرف العربي وإنما تضع مصالح الدولة التركية مع إيران في كفة الميزان قياسا للدول العربية وهذا الميزان ربما في بعض الحالات يصبح فيه خللا لم يكن ميزانا عادلا أو متوازيا وبالتالي نتيجة الأزمات التي تتعرض لها المنطقة والدول العربية خاصة نجد أن هناك فعلا خلافات وتباينات وربما للأسف صراع من تحت الطاولة كما يمكن القول ما بين السياسة التركية وسياسات بعض الدول العربية لا أدري إلى أي مدى تصح نظرية الصراع من تحت الطاولة دعني أسأل فراس كمراقب ومتابع بنظرة تقييمية كيف يمكن وصف العلاقة الراهنة بين تركيا وبين العرب في المرحلة الحالية يعني قبل أن ندخل في هذا السؤال أنا فقط أريد أن نعود إلى التاريخ قليلا لأن التاريخ هذا مهم جدا بالنسبة لبناء هذه العلاقات التركية العربية العلاقة التي نعود قليلا فقط إلى مرحلة الدولة العثمانية وبعد ذلك ندخل في الدول العربية العلاقة العثمانية العربية كانت علاقة هي كبيرة ومهمة جدا حتى أن من أحد أهم مستشاري السلطان أبو حميد الثاني كانت إثنين من العرب ما يسمى بالعربي أبو الهدى وأيضا بهجة باشا الذي هو طلب من السلطان ما يسمى بمدل خطوط سكاك الحديدية من بلاد الشام إلى مكة وبعد ذلك حصل ما حصل من التطور في تلك المناطق إضافة إلى أن القضية الأخرى التي تربط تركيا تركيا أو الدولة العثمانية مخلفاتها الدولة الجمهورية التركية في المنطقة العربية هي القضية الفلسطينية التي كانت هذه أيضا محط صراع منذ ذلك الوقت حتى الآن النقطة الثالثة وهي المهمة وهو ما يسمى التدخل الخارجي في تلك المنطقة وتحديدا المنطقة العربية لأن كانت المنطقة العربية التي تتبع للدولة العثمانية كان هناك ما يسمى بالنقطتان مهمتان الامتيازات الأجنبية وأيضا ما يسمى حماية الأقلية تلك النقطتان كانت دائما الدول الغربية تستغلت نقطتين من أجل النفوذ إلى تلك النقطة طبعا بعد ذلك ما سمى بالحرب العالمية الأولى وحرب العالمية الثانية وبعد ذلك ما تم من التقصيم في تلك المنطقة العربية ولم يتحقق لكن في سياق الحديث فراس في سياق الحديث عن التاريخ وأنت دلفت إلى التاريخ التاريخ ملوث إذا صح التعبير بين الجهتين يعني مثلا أجيال من الأتراك نشأت على ما يسمى بين قوسين الخيانة العربية للدولة العثمانية في أواخر عهدية بينما كثير من الأجيال العربية نشأت على فكرة الاضطهاد العثماني في الفترة الأخيرة للعرب كيف يمكن وصف العلاقة الراهنة انطلاقا من هذه النظرة التاريخية؟ طبعا هذه النقطة مهمة جدا هي ما يسمى وصول القوميات المتشددة وصول القوميات المتشددة جعل من التمزق الاجتماعي والنسيز الاجتماعي ليس فقط بين العربة وتركيا بين ربما من كثير المجتمعات يعني هذا النسيج الذي انهار أيضا في منطقة البلقان وأيضا النسيج الذي انهار بعد ذلك في مناطق متعددة حتى جيران تركيا ما يسمى أذربيجان وأوسباكستان وتلك المناطق باتجاه روسيا هذه ما يسمى بالقوميات خرجت بشكل كبير بدأ التنافس فيما بينها حتى هذه القوميات الآن في صراعنا الحالي سنجد أن هناك من يقول هذا من الدولة الفلانية ودولة الفلانية لم يعد يقول أن العربي من تلك المنطقة ومن تلك الأمصار بدأ يتكلم بقومية تلك البلد التي يقول بها هذه العلاقات أو هذه الخلفية الثقافية الجزء منها وهي ليست حقيقية هناك أشياء أخرى تم تمسها تاريخيا حقيقة هذه أسست إلى علاقات مترددة متصاعدة متنازلة بين الدول العربية تركيا تركيا في المرحلة العقودة السابقة كانت ربما مبتعدة عن الشرق الأوسط كان هناك نظرية في تركيا تقول الابتعاد عن الشرق الأوسط هو ابتعاد عن المشاكل لأن الشرق الأوسط والمنطقة العربية هي منطقة محور للمشاكل لكن بعد وصول العدالة والتنمية هو وجد أن هذه ربما نقطة ضعف كانت في تركيا فتركيا تمتاز بموقعها الجيوسياسية أي أنها نقطة قدم في الغرب وقدم في الشرق وهي دولة إسلامية لديها حضور إسلامي كبير وهي آخر خلافة إسلامية تقصد دولة مسلمة نعم وهي كانت الأخيرة في ذلك وإذن يمكن أن كلتها ارتباطات مهمة في المنطقة العربية هذه الارتباطات أيضا جعلتها فيما يسمى بالثورات العربية القادمة ارتباطات مع الأحزاب الإسلامية وربما كان هذا واضح لها دور في هذا النقطة لكن بعد ذلك أعتقد أن تركيا تراجعت نوعا ما في هذه السياسة دعنا نؤخر الحديث عن العلاقة بين العرب وتركيا في ضوء المتغيرات وهي الثورات العربية إذا المحور الثاني واسمح لي أن أعود الآن إلى أستاذ سمير العلاقة كيف يمكن وصف العلاقة الآن بين العرب وبين تركيا في حقب حزب العدالة والتنمية يعني يقدم حاولة في رأس مثلا أن يقدم صورة ناصعة عن العلاقة بين العرب وتركيا في ضوء في فترة حكم حزب العدالة والتنمية هل توفقه على هذه الرؤية المتفائلة أم أنه ثمت أمور أخرى ينبغي الحديث عنها أعتقد أنه في قطاع واسع من الرأي العام العربي ينظر على أنه يجري توظيف الانتماءات الإسلامية لمصلحة التمدد التركي في الدول العربية كيف ذلك؟ يعني أنا أعتقد أن تركيا باعتبارها دولة قوية ودولة ذات اقتصاد قوي حالياً وجيش قوي وهي تستفيد أو تنظر أن الدول العربية هي دول ضعيفة وهي موضع تنازع وهي ترى أيضاً أن إيران تنافسها في الهيمنة والنفوذ على الدول العربية هي تريد توظيف كون دولة سنية يعني تركيا تطمح للهيمنة على الدول العربية تقصد؟ طبعاً طبعاً ولكن بشكل ناعم بشكل علاقات اقتصادية شواهد هذه الرغبة التركية يعني حتى الثورة السورية في عام 2011 العلاقات ما بين تركيا حزب العدالة والتنمية والنظام السوري وبشار الأسد هي في أحسن أحوالها وحتى في الأشهر الأولى من الثورة السورية قام السيد أحمد داود أغلو وزير خارجية في ذلك الحين بزيارات متعددة وكثيرة في الأشهر الأولى من الثورة في محاولة لإصلاح ذات البين ما بين الأخوان المسلمين وما بين النظام السوري لمحاولة إجراء إصلاحات وتنازلات من قبل النظام السوري للأخوان هذا لا يدل على رغبة تركية في الاستحواذ على الدول العربية أو الهيمنة على الدول العربية لا أنا أعتقد يدل أن هناك كان نوع من الدور السياسي في الداخل السوري إذا انتقلت إلى غير سوريا أيضا تجد أن في فلسطين مثلا حزب العدالة والتنمية يؤيد حركة حماس أكثر مما يؤيد السلطة الوطنية الفلسطينية لأنها حركة مقاومة لا والسلطة الفلسطينية أيضا هي بأساس حركة مقاومة أريد أن نقش معك سيد سامير يعني لو كان لو افترضنا بما تفضلت به بأن تركيا لديها الرغبة في الهيمنة على الدول العربية لكانت دعمة السلطة مثلا في فلسطين على حساب حماس البقعة الجغرافية الصغيرة المحاصرة ثم يعني أين تتبدى شواهد الرغبة التركية يعني أليس ربما يعني مشاهدون ربما يسألون أليس من الغبن أو الظلم هو مساواة تركية بإيران في الرغبة في الاستحواذ أو الهيمنة على الدول العربية ماذا فعلت تركيا مثلا للدول العربية؟ لا أنا أعتقد أنه يختلف أسلوب التركي عن الأسلوب الإيراني إيران تعتمد على المكونات الشيعية في الدول العربية لتحريضها على الكيانات أو على الأنظمة السياسية ومحاولة تإنشاء وكما حصل في لبنان وكما حصل في العراق وكما يحصل حاليا في سوريا تشكيل ميليشيات من المكونات أساسا من المكونات الشيعية واضح يا ربما الدور التركي أنا أعتقد أنه اعتمد على الجماعات الإسلامية في سورات الربيع العربي واعتمد تحديدا على الإسلام السياسي المتمثل في جماعة الأخوان المسلمين تركيا دعمت الجماعات الإسلامية سواء كان في ليبيا وحتى في فلسطين كانت دعم لحركة حماس نتيجة ارتباط إيديولوجي كون حركة حماس من جزور أخوان المسلمين كذلك في سوريا الجماعات الإسلامية والأخوان هم مدعومين من تركيا وأيضا في مصر الظاهرة الجلية أن حكم الأخوان المسلمين في مصر كان مدعومها مقبل تركيا قفزت بنا سريعا إلى المحور الثاني لكن لم تستطيع أن تقنعني أنا كمحاور لك حتى الآن على وجود رغبة من خلال هذه المعطيات التي طرحتها وجود رغبة تركية حقيقية على الهيمنة وهي تحالفات تبنيها أي دولة دعني أذب إلى فراس فراس ليس واضحا حتى الآن ملامح السياسة الخارجية التركية وخصوصا فيما يتعلق بالدول العربية هل يمكن أن ترسم لنا هذه الملامح غير الواضحة لدى كثيرين من العرب ومنهم الأستاذ سمير نشار الذي يرى في السياسة التركية نزوع نحو الهيمنة على المنطقة العربية نعم حقيقة هناك بعض التخبطات في السياسة الخارجية التركية باتجاه المنطقة العربية للتبدلات الكثيرة التي تحصل في المنطقة العربية يعني العلاقات كانت مع سوريا من ممكن من أفضل العلاقات بين الدول الجوار وكانت هذه علاقات براغماتية حقيقية لا تعتمد على مسلوب إن كان حزبا إسلاميا أو غير إسلاميا لا أعتقد أن النظام في سوريا كان إسلاميا ولكن كانت علاقات جيدة بعد ذلك انقلبت هذه العلاقات خلفي خسارة لتركيا بشكل عام أيضا في العراق هناك خسارة لتركيا نحن نتكلم من ناحية السياسية ومن ناحية الاقتصادية أيضا لكن نحن العرب إذا الدول العربية نقسمها إلى قسمين أو حتى ثلاثة إن صح التعبير عرب المشرق وعرب المغرب وهناك ربما المنطقة الوسطى وهي مصر والسودان في الزيارة الأخيرة مثلا لرئيس أردوغان إلى منطقة السودان أثارت حفيظة مصر بشكل كبير لأن هناك ربما تياران إن صح التعبير في المنطقة العربية التيار القومي ربما والتيار الإسلامي ربما التيار القومي هو لا يرى في تركيا عدوة لكن يرى بها أنها خطر بالنسبة للنفوذ السياسي الداخلي بالنسبة له وبالنسبة لخصومه السياسيين وبينما الطرف الثاني يرى بذلك بالعكس تماما بأنه مساند وهذا سيجعل من تركيا نوعا ما متحفظة يعني على سبيل المثال في مصر الآن كيف تركيا سترى القضية في مصر هناك ربما رئيس منتخب كان وأوضع في السجن والآن هناك دظام الآخر هل تقطع العلاقات هذا مستحيل جدا هل العلاقات بين كلا الطرفين مستحيلة لأن مصر لها دور استراتيجي هناك دول الخليج العربي لديها استراتيجية مهمة جدا بالنسبة لتركيا لا يمكن مهما حصل خلاف ربما أخيرا حصل خلاف وتهاترات سياسية بينها تركيا وبين مثلا الإمارات العربية المتحدة حول تويتر الذي أطلق ولكن هل هذا أدى إلى غبوط في العلاقات السياسية بين كلا الطرفين أعتقد لا لأن الاستثمارات الإماراتية في تركيا مهمة جدا وأيضا نفس الشيء بالنسبة لتركيا في الإمارات هذه السياسات تجعل من تركيا متحفظة وربما حادئة في كثير من الأمور في المغرب العربي في تونس في الجزائر هذه كثير من الدول يدخل مواطنوها دون فيزة إلى تركيا قبل أن أذهب إلى الفاصل في رأس هل توافق على ما قاله نشار من أن تركيا تمتلك رغبة بالهيمنة على المنطقة العربية وهي تتنافس في ذلك من أجل ذلك مع إيران باختصار باختصار شديد هي لديها هذه الرغبة بالنفوذ الاقتصادي والسياسي لأن لديها موروث تاريخي مهم جدا ولديها قوة اقتصادية مهمة جدا ولديها أيضا القوة الناعمة المرغوبة من كثير من الزوايا ولذلك عليها أن تدخل في هذا المجال نعم نريد أن نبحث العلاقة بين الطرفين بين الجانبين في ضوء التغيرات الحاصلة بعد دخول الثورات العربية إلى المنطقة نعود بعد الفاصل للحديث عن تداعيات الثورات العربية على العلاقات العربية التركية ترجمة نانسي قنقر أسعدكم الله ما زلنا في الحديث عن العلاقات العربية التركية وتأثر هذه العلاقات بما شهدته المنطقة من تغيرات مثل ذروتها ثورات ما يعرف بالربيع العربي أستاذ سمير يعني تصريحا أو تلميحا فإن لسان عدد لسان حال عدد من الدول العربية هو التوجس خيفة مما قيل أحلام الامبراطورية العثمانية لدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السؤال هو يعني إلى أي درجة هذا القلق العربي مبرر خصوصا وأن تركيا أخذت الجانب الخطأ في الحسابات الاستراتيجية بعد اندلاع الثورات العربية وهي مثلا ناصرة الثورات وقفت يعني اختلفت كثيرا مع أمريكا واختلفت مع روسيا واختلفت مع إيران لصالح الدول العربية إلى أي درجة هذه القلق العربي من إمبراطورية أردوغان العثمانية مبرر أنا أعتقد أن هناك قلق عربي لكن ليس من الاستعادة أمجاد الامبراطورية العثمانية ولا السيد أردوغان هو الوالي العثماني الجديد في المنطقة أنا لا أعتقد ذلك لكن دعني أطرح سؤالا وأنت لم تقتنع مني في المحور الأول ما هي الأسباب الحقيقية وراء مخاوف الدول العربية من تركيا الأسباب الحقيقية والتي برهنت عليها الثورات العربية هي أن تركيا تدعم الجماعات الإسلامية والإسلام السياسي بفكر حقيقي وأنا يعني بحكم موقعي ودوري في المعارضة السورية أنا لمست كلام حقيقي وجوهري من مسؤولي في تلك الدول من هذه المخاوف في الخليج العربي نعم من الخليج العربي لديهم مقاوف حقيقية من الإسلام السياسي لأنهم يجدون أن الإسلام السياسي يهدد أمنهم القومي ومشريعيتهم السياسية كأنظمة أم كدول 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 وكأنظمة سياسية فبالتالي وجدوا أن تركيا تدعم طبعا في المحور الآخر هي بالاتفاق مع قطر تدعم هذه الجماعات وبالتالي نشأ محور آخر من الدول العربية سواء كالمملكة العربية السعودية والإمارات والدول العربية الأخرى كالأردن والبحرين والكويت ولاحقا مصر كلها تشعر بتهديد الإسلام السياسي الذي لم يكن ظاهرا قبل ثورات الربيع العربي ثورات الربيع العربي أتاحت الفرصة والمجال للإسلام السياسي والجماعات الجهادية المسلحة بأن تظهر في الميادين الثورات العربية وبالتالي شكلت مخاوف في البداية في بداية الثورات العربية لم يكن هناك تباين أو اختلاف ما بين تركيا وما بين الدول العربية لكن بعد عام أو أقل من قيام السورات العربية وجدت الدول العربية كما ذكرت المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت والبحرين والأردن ولاحقا مصر أن تركيا بدعمها لهذه الجماعات هي تشكل نوع من التقويض للأنظمة السياسية القائمة في تلك الدول وبالتالي نشأ الخلاف لكن لماذا لا ينظر إلى هذا الموقف التركي من باب أنها دعمت إرادة الشعوب في التغيير وليس دعما للإسلام السياسي دعني أكون واضحا سورات الربيع العربي لم تخرج لتقول أن الإسلام هو الحل لم تحق نادت بسورات الحرية والكرامة لكل المواطنين سواء كان في سوريا أو في ليبيا أو في مصر لكنها في مصر انتخبت إسلاميين وفي تونس الإسلامية في بداية الثورات الربيع العربي لا هي ليس لها الدور قائد فيه سواء كان الثورة السورية أو الثورة المصرية أو الثورة الليبيية حتى لو نجح الإسلاميون في الانتخابات كانوا شركاء كانوا شركاء مع المكونات والجماعات السياسية الأخرى سواء كان في سوريا أو في مصر أو في ليبيا أو حتى في تونس وبالتالي شعرت الدول العربية أن هناك من يدفع من الخلف باتجاه هو أن الإسلام والجماعات السياسية هي من تستولي على المشهد في دول الربيع العربية وبالتالي أصبح هناك محور مناقض ومضغط والمأزق الحالي الذي تعانيه الثورات العربية هو بسبب دعم الجماعات الإسلامية وجماعات الأخوة المسلمين تحديدا وبالتالي هناك اليوم مأزق حقيقي في العلاقة لماذا؟ ماذا فعل الإخوان المسلمون حتى يكون مأزقا؟ الجماعات الأخوة المسلمين حاولوا في كل الدول سواء كان في ليبيا أو في سوريا أو في مصر يعني دعني أقول في التجربة الديمقراطية التي تحدث عنها الأستاذ في رأس محمد مورسي منتخب ربما بنسبة 51 ضد أحمد شفيق بانتخابات ديمقراطية لكن إذا حللت الواحد وخمسين من دعم محمد مورسي ضد أحمد شفيق؟ دعموا نصف الأصوات التي أتت لمحمد مورسي أتت من القوى الديمقراطية والقوى المدنية وحتى قوى يسارية وعلمانية دعموا لكن محمد مورسي تنكر للوعود التي يفترض أن يكون يوفي بها تجاه شركائه وبالتالي دعني بس أكمل هذه الفكرة إذا سمحت لا نبتعد عنه مظاهرات التي قامت في 30 يونيو في القاهرة وكانت بالملايين لم تستطع أن تحرك لا بالأخوان المسلمين ولا محمد مورسي وقفه لمجرد إعادة المراجعة والنظر إلى شركائهم في السورة وربما هناك من يقول بأن هذه وهذا رأي مطروح في الدول العربية أن هذه المظاهرات كانت مدفوعة الأجر دعني أعود إلى فراس مرة أخرى مدفوع للملايين الناس البعد الأخلاقي والإنساني شكل حاملاً أساسياً بالنسبة للسياسة الخارجية التركية برز ذلك على لسان عدد من المسؤولين الأتراك لكن بعد ذلك حضرت البراغماتية أو الواقعية حضرت أنا أولاً تركيا أولاً تمثل ذلك جلياً في المسألة السورية هل هذا التحول الذي شاهدناه التحول في الموقف التركي من دعم الثوار السوريين لمصلحة الأند تركية وتأمين الحدود هل يمكن أن يكون هذا عنواناً لمرحلة السياسة الخارجية التركية مستقبلاً؟ إذا درسنا الملف السوري لوحده نعم هناك بعض التغيرات الحقيقية في الملف السوري ربما تركيا نظرت إلى الأمن القومي أولاً وبعد ذلك إلى أيضاً الحالة الإنسانية السورية هذا حقيقة نعم مواضح في السياسة التركية باتجاه الملف السوري لأن الملف السوري أصبح شائق هناك عدة دول كبيرة أهدافها مختلفة تماماً على الأهداف التركية حصل نزاع مسلح في تلك المنطقة بالوكالة وبعد ذلك حصل صراع سياسي يعني تركيا هل ستواجه بنفسها مع المعارضة السورية كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأيضاً روسيا وخلفهم إيران وخلفهم بعض الدول الاتحاد الأوروبي التي لا تساند بشكل كبير تركيا وبعضهم كان يساند تركيا في هذه العملية مثل هولندا على سبيل المثال لذلك هذا في الملف السوري في الملف المصري الرؤية التركية كانت ترى بأن هذا الرئيس المنتخب وإن تنكر إلى من انتخبه هذه حياة السياسية هكذا تكون بعد ذلك فليسقط في الانتخابات القادمة ويأتي شخص آخر لكن أن يكون هناك انقلاب كانت تركيا ترفض تماماً الانقلابات لأن تركيا أيضاً كانت بلد الانقلابات ولديها حساسية في هذا الموضوع لذلك كانت ترفض بشكل كبير وبعد ذلك حصل ما حصل بالأزمة السياسية ولكن هذه الاسمان السياسية مغلفة في نزاع صراع نفوذ سياسي بعد ذلك أصبح نزاع أيضاً لا ننسى أن هناك نزاع مصري تركي في قثير من القضايا منها الغاز وربما منطقة البحر المتوسط في تلك المنطقة هذه النقاط مختلفة إذن هناك منفات مختلفة في منطقة الخليج العربي هناك التخوف بتلك الدول من تركيا بالنسبة لدعمها الإسلام السياسي نعم لأن الأحزاب الإسلامية السياسية العربية ربما تتوافق بشكل أكبر آيديولوجياً وفكرياً وحزبياً مع حزب العدالة والتنمية ليس كالأحزاب الأخرى ولكن هل تركيا ستضحي بالعلاقات بشكل عام؟ لا لذلك نجد أن تركيا وقفت بشكل كبير مع الدول الخليج وكان هذا واضحاً ضد إيران رغم أنها لديها علاقات مهمة جداً وعلاقات تصل إلى 30 وأكثر من 30 مليار دولار مع إيران لكن قال الرئيس الدوغان بشكل واضح النفوذ الإيراني في منطقة الخليج العربي غير مقبول بالنسبة لدينا أعتقد أن هذه النقاط أيضاً تركيا بعد التطور الكبير بالنسبة لإقتصادها وسياستها لابد أن تخرج خارج النطاق الحدود التي لديها هي كانت خارج حدودها لكن عبر المؤسسة العسكرية لذلك تجد أن هناك كثير من الجنود الأتراك في كثير من مبقع العالم مثل كوريا الجنوبية التي زارها الرئيس الدوغان قبل يومين لذلك الآن هناك انطلاق اقتصادي انطلاق سياسي انطلاق ثقافي وهذا الانطلاقات وجد بعض السياسيون العرب بأنها تكملهم بالنسبة للنفوذ السياسي والآخر وجدها أنها خطيرة للنفوذ السياسي هذا ربما أثر أيضاً في العلاقات بين كلا الطرفين نعم أستاذ سمير تبدو أنقر الآن تحاول أن تمسك العصى من الوسط فيما يتصل بالعلاقة بين إرادة التغيير لدى جمهير بعض الدول العربية وبين الأنظمة العربية هذه السياسة سياسة الإمساك بالعصى من الوسط إلى أي مدى يمكن أن تحدث أثراً ما في العلاقات بين أنقر وعدد من العواصم العربية أنا أعتقد أن السياسة التركية خاصة في الملف السوري بالإضافة إلى باقي الدول العربية هناك محطة هامة بداية السورات العربية ولعادة التموضع في منتصف عام 2016 بعد المحاولة الإنقلابية التي جرت في تركيا أن تركيا أعادت تموضعها بالنسبة للسياسة والمواقف سواء كان بالنسبة للملف السوري أو حتى بالنسبة لجماعات الإسلام السياسي ليست تخلي نهائياً عن جماعات الإسلام السياسي وإنما أتأخذ الاعتبار في الأولوية هو فقط للمصالح الدولة التركية بعد أن شعرت أن هناك تهديد حقيقي لحدودها من قبل قوات حزب البيد وخشية خاصة أن علاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية هي علاقات متوترة ومتشنجة ولا تتسقى تكون مفقودة بين الدولتين شعرت تركيا بأن عليها إعادة التموضع من هذه القضايا والانتباه والنظر وأعطاء الأولوية لموقفها من قضية الأكراد أو قوات البيد التي تحاول أن تبني كياناً سياسياً على حدودها الجنوبية وهذا يشكل تهديد الأمن القومي التركي من هنا تركيا أعادت النظر في جميع مواقفها وأعطت الأولوية لهذا الموضوع ولضمان حدودها وأمنها القومي ولم يعد يعنيها إذا انتصرت السورة السورية أم لم تنتصر ولم يعد يعنيها من يحكم دمشق وتحاول قدر الإمكان إصلاح العلاقة مع المملكة العربية السعودية لكن حتى الآن المملكة العربية السعودية نتيجة المحور الذي نشأ بقيام من قبل أربع دول السعودية ومصر والإمارات العربية وبالبحرين وبالصفوف الخلفية هناك الكويت وهناك الأردن تجاه المخاوف الحقيقية التي يشعرون بها من قبل إيران سنبحث هذه التحديات التي تعترض بلورة علاقة قوية بين الطرفين بعد العودة من الفاصل نذهب إلى الفاصل قبل العودة لاستكمال ما تبقى من الحلقة ترجمة نانسي قنقر أهلاً وسهلاً بكم إلى الجزء الأخير من حلقة اليوم أغلو هل تركيا والعرب قادران في ظل ظروف الراهنة وفي ظل ما بينهما من توتر على بلورة رؤية لعلاقة معينة بين الجهتين ستقودهما في النهاية إلى تأدية أو أداء دور متميز وحاسم في إرساء استقرار إقليمي في المنطقة طبعاً كلا الطرفين لديهم مكملات في كثير من الأمور المكملات الاقتصادية ومكملات السياسية حتى بعض المخاوف المشتركة يعني تركيا لا تريد النفوذ الإيراني في منطقة العربية وهي تحارب هذا النفوذ بقدر المستطاع أيضاً الدول العربية لديها نفس هذا التخوف في ذلك لا بد أن تجد ضالتها في ربما النفوذ التركي تركيا ربما الدولة الأقوى والأكبر في الناحية الاقتصادية والعسكرية في هذه المنطقة إذن وجودها مهم جداً في هذه القضايا أيضاً في القضايا الدولية المناطق الدول العربية تحتاج إلى تركيا في كثير منها ما كما رأينا في القضية فلسطين مثلاً على سبيل المثال وحتى في قضايا إسلامية أخرى مثل ما يحصل في مينمار وما حصل في الصومال وكثير من القضايا التي تحتاج إلى الدعم حقيقي من دولة أيضاً مسلمة والمشاركة ربما في الأفكار في هذه المنطقة لكن أيضاً نجب أن نتكلم عن ما يسمى في النفوذ العربي في تركيا هناك نفوذ عربي في تركيا الاستثمارات الخليجية على سبيل المثال وحتى بعض الاستثمارات العربية هذه الاستثمارات ستشكل أيضاً قوة ضاغطة بالنسبة لتلك الحكومات على أيضاً تركيا في أي حكومة قادمة إن كانت العدالة والترمية أو حتى غير العدالة والترمية الذي سيتولى ربما الحكم إن حصل تغيير في الانتخابات القادمة لذلك هذه النفوذ المتبادل ربما هو تكامل بين كل الطرفين لكن يبقى هو لكن السؤال هو يعني رجل طيب أردوغان الرئيس التركي بصدد خوض انتخابات باكرة في الشهر المقبل وسينتج عن ذلك تغيير واسع في شكل الحكم داخل تركيا وإعطاء صلاحيات واسعة للرئيس المقبل هل تلمح تغييراً ما يختزنه الرئيس أردوغان في ما يتعلق بسياسته الخارجية إذا الدول العربية تغيير مقبل أعتقد أن هناك بعض التعديلات نعم السياسة التركية هي دائماً سياسة المتحولات والمتغيرات لذلك نجد حتى إذا تابعت السياسات الخارجية التركية عبر فقط سنتين أو ثلاث سنة وستجد أن هناك تبدلات كثيرة في السياسات الخارجية في كثير مع الدول في منطقة الخليج في منطقة أوروبا في روسيا مع الولايات المتحدة الأمريكية إذن هذه التبدلات تركيا هي حقيقة ناجحة في ما يسمى بسياسة التناقضات السياسية بين الأطراف المتناقضة روسيا وأمريكا أتحاد الأوروبي إيران سعودية والإمارات العربية إذن هناك تناقضات في الملفات السياسية تستطيع تركيا أن تتحول فيما بينها هذه من البراغماتية السياسية وأيضاً النظر إلى أمام ولكن على تركيا أعتقد إذا حصل وانتخب الرئيس أردوغان في انتخابات الرئيسية القادمة أعتقد أن العلاقات سيكون هناك بعض التعديلات ليس بالكثير لأن هذا مرتبط في التعديلات في الدول العربية كيف ستكون هذا ما أريد أن أبحثه معك ومع الأستاذ سمير يعني بعد قليل عن ماذا يريد كل طرف من الآخر لكن قبل ذلك أنت جلست إلى مسؤولين كبار ورفيعين في دول الخليج العربي بحكم المهمة التي كنت تشغلة في الإتلاف الوطني السوري السؤال هو باستناداً إلى خبرتك وإلى جلوسك مع هؤلاء المسؤولين ما طبيعة التحديات التي تعترض قيام علاقة قوية وسليمة بين تركيا والعرب أنا أعتقد بكل صراحة أن الدول العربية لديها هواجس حقيقية من أن تركيا تدعم الجماعات الإسلامية والأخوة المسلمين وبالتالي إذا أرادت الدولة التركية أو الرئيس أردوغان في المرحلة القادمة أصلاح ذات البين يجب أن يبدد هذه الهواجس لدى الدول العربية ليس سرا أن أغلب الجماعات الإسلامية المعارضة هي موجودة في إسطنبول من كل الدول العربية ليس من ليبيا ومن سوريا ومن العراق لأنه لا يوجد مكان يأون إليه ربما لا بالتأكيد هم كانوا أيضاً كانوا موجودين أيضاً في قطر ولكنهم أغلبهم ينزح إلى تركيا وبغض نظر قطر أو تركيا لكنهم يجدون بيئة مناسبة لممارسة نشاطهم واتصالاتهم ونشاطهم المعارض هذا بالنسبة للدول العربية يشكل مخاطر حقيقية الإعلام في جميع الحالات حتى الآن هناك موقف تركي من قبل النظام في مصر هذه العلاقة الملتبسة مع أكبر دولة عربية يجب فصلة بين قضية تأييد الأخوان المسلمين وبين قضية الدولة التركية ومصالحها مع الدولة المصرية بغض النظر عن طبيعة النظام المصري سواء كنا موافقين عليه أو معارضين له لكن مصالح الدول مع بعضها يجب أن تتجاوز يعني أستاذ ثمير أنت مثلاً منذ بداية الحلقة تدنن حول فكرة واحدة وهي أن كل قلق العرب مرتبط بدعم تركيا الإخوان المسلمين علماً أن الإخوان المسلمين باتوا عبارة عن فلول ملاحقة ومطاردة وحتى غير مرغوبة دولياً هل القلق والخوف العربي فقط متركز في هذه النقطة أم أنها ثمت تحديات من نوع آخر تقف حائلاً أن الكثير من المشاكل أو من سوء الفهم أو من الإشكالات الموجودة ما بين المحورين كانت تبددت ولمصلحة الطرفين لمصلحة تركيا ولمصلحة الدول العربية على تركيا أن تريح الدول العربية في هذا الموضوع في موضوع الإسلام السياسي قضية أخرى ربما إذا تم تبديد هذه الهواجس لدى الدول العربية ينشأ تكتل وتحالف قوي ما بين تركيا والدول العربية وتساهم تركيا في تبديد هواجسهم من إيران وسوف تشعر إيران عند ذلك أن لا يمكن اختراق الدول العربية ومحاولة الهيمن والنفوذ لأنها تعتمد على حليف استراتيجي هو الدولة التركية التي بينهم الكثير من المشتركات جميل لكن أنا سأبحث هذا مع فرس أغلو لكن إلى أي مدى يمكن أن تلبي تركيا رغبات العرب وهم وضعوا كل بيضهم في السلة الأمريكية الآن أنا أعتقد حتى تركيا تريد أن تكون شريكا صالحة للولايات المتحدة ولا خلافة على ذلك فهي حليف في الناتو منذ أكثر من 60 عاما وهناك قاعدة إنجرليك في تركيا الولايات المتحدة سوء الفهم بينه وبين تركيا في جزء أساسي منه كما أعتقد هو شعور الولايات المتحدة أن تركيا أيضا تدعم جماعات الإسلامية والجماعات الإسلامية بغض النظر هي كانت بيئة حاضنة أنتجت النصرة وأنتجت داعش واليوم هذا تهديد حقيقي ليس فقط للعالم العربي وإن للعالم كله وبالتالي هناك مسؤولية على تركيا لتشعر بأن هي شريك حقيقي للدول العربية ولا يوجد إشكال إذا حلت أو بددت هذه الهواجهة بين تركيا والعالم الغربي أيضا أنا أعتقد أن هناك مسؤولية على تركيا لأنها دولة قوية دولة محورية دولة لا يمكن لأحد أن يتجاوز دورها في المنطقة قاكل لا الأمريكان ولا الإيرانيين ولا الروس ولا الدول العربية بطبيعة وهي تنتمي إلى المنطقة نعم وبالتالي لها دور مركزي عليها أن تريح شركائها وحلفائها وأصدقائها والدول المجاورة لها سأعود إليك فراز سمعت ما هو المطلوب من تركيا لبناء علاقة تقوم على الثقة والتعاون وربما التحالف مستقبلا بدورها تركيا برأيك ما الذي تريده من العرب وأنت المراقب والمتابع والمحلل في الشأن التركي؟ طبعا هذه قضية مرتبطة في الطرف الآخر يعني على سبيل المثال إذا كل الطرفين المتنافسان في الأحزاب السياسية في مصر في تونس ودت تركيا وأرادت دعم تركيا سياسيا في الانتخابات فكيف للتركيا أن تبيز أو بين كل الطرفين؟ عندما دعمت تركيا ربما باتجاه مرسي هذا ربما من رؤية السياسية لم تدعم شفيق ربما شفيق دعمته دول عربية أخرى وبهنا نجحت ربما فازت تركيا في هذا السياق لكن أيضا كانت تركيا تدعم السيد الغنوجي في تونس لكن بعد ذلك عندما السيد السبسي هو نجح في الانتخابات القادمة الذي كان هو مدعوما من الدول العربية حزم التيار النهضة الذي هو أيضا مدعوم كان من تركيا وانتهت القضية في الدول التي فيها انتخابات جمهورية كما في تونس أو في مصر لكن هذه النقطة في تركيا تجد من هو الأقرب لديها في المصالح السياسية هذه النقطة مهمة ليس فقط لتركيا أعتقد كل الدول تبحث في نفس السياق لكن أن يكون هناك انقلاب هذه المسألة أخرى لا نريد أن ندخل فيها أيضا ربما ما هو الدور القادم في الصراع السياسي بين هذه الدول الدول الكبرى هل ستسمح لتركيا أن تكون لديها هذا الدور المحوري في المنطقة العربية أعتقد هذا أيضا مكان صراء بريطانيا لن تسمح لتركيا في النفوذ في الأردن مثلا فرنسا أيضا لن تسمح لتركيا في النفوذ في لبنان الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح كثيرا لتركيا في النفوذ في منطقة الخليج العربي وربما أيضا في مصر في الجزائر فرنسا أيضا تحاول نفس الشيء في المغرب بدخول تركيا على المنطقة العربية ويسمى حتى في المنطقة العربية لكن فراص ما الحاجة الأساسية بالنسبة لتركيا من العرب ماذا تريد تركيا بشكل أساسي من الدول العربية؟ هناك مصالح مشتركة مهمة جدا الأول المصلحة الأولى هي الاقتصاد هذا الاقتصاد مهم جدا بالنسبة لتركيا بالتبادل التشاري بين كل الطرفين التركيا دولة مصنعة ومصدرة بشكل كبير إذن تحتاج إلى سوق كبير إضافة إلى أن المنطقة العربية منطقة واسعة الإرث الثقافي، الإرث الديني، الإرث الحضاري لا يمكن تجاهله إذا أنت ذهبت إلى تركيا في أي مكان ستجد أن كثير من العلاقات أو الثقافة التركية مرتبطة جدا بالثقافة العربية النفوذ العربي، الثقافة العربية متغلغلة تماما في الثقافة التركية في الكلمات، في الأمثال، حتى في التفكير أيضا في بعض الأحيان إذن هذا لا يمكن تجاهله النقطة العربية أو المنطقة العربية في المنظور طبعاً نحن نتكلم في المنظور ربما حزب العدالة وتنمية في المنظور الإسلامي صح التعبير هي منطقة تقدم لها منطقة متقدمة لكثير من الأمور الأخرى أيضاً نفس الشيء لماذا لا نسأل نفس السؤال لبريطانيا، فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، إيران الآن التي تريد أن تدخل ما مصلحتهم في المنطقة العربية لماذا ترفض الدول العربية مثلاً إيران ولديها قبول للدول الأوروبية هذا لأنها تجد مصلحتها في تلك المنطقة أعتقد أن هذه المصالح مشتركة هي أساس انطلاق العلاقات بين كل الطرفين وضحت الفكرة بأقل من دقيقة أستاذ سمير برأيك ما الذي يمكن أن يقدمه العرب بالنسبة لتركيا نحو بناء علاقة جيدة طبيعية أو إلى أين تتجه العلاقة بين الطرفين في المرحلة المقبلة في ضوء التفاعلات الرهنة أنا أعتقد أن تركيا تستطيع أن تلعب دورا كبيرا في الدول العربي لأن الدول العربية كلها مكان صالح للاستثمار تركيا دولة صاعدة اقتصادية وتتمتع بنسب نمو عالية وربما من النسب الأولى في العالم وبالتالي هي بحاجة إلى سوق الدول العربية ليست لديها مطامع تطلبها من تركيا سوى الأطمأنان والثقة على أنها لن تكون هناك دورا ما في دعم الجماعات التي تشكل هاجس لدى هذه الدول وبالتالي أنا أعتقد أن الرئيس أردوغان وكما من قلال السياسة التركية تجاه السورة السورية التي كما ذكرت سابقا عادت تموضعها وكانت عبارة عن نظرة عملية وبرقماتية جدا في أولوية المصلحة التركية كدولة وقبل المصلحة الإديولوجية والجماعات ودعم الجماعات الإسلامية تركيا تستطيع أن تفعل نفس الشيء مع جميع الدول العربية تستطيع أن تمد الجسور خاصة مع المملكة العربية السعودية لأنها الدولة الأكبر والأقوى الموجودة في المشرق العربي حاليا ذات إمكانيات وذات قدرات وهم ليس الأمريكان ليسوا أظناء مشكلة في هذه القضية لأنها حليفة طرفين ليس المشكلة وإنما المشكلة في الوقت الذي أدركنا أشكرك شكرا جزيلا في ختام هذه الحلقة أعزائي المشاهدين أشكر الأستاذ سمير نشار المعارض السوري كما أشكر ضيفي أيضا كان عبر الأقمار الصناعية من إسطنبول الأستاذ فراس رضوان أغلو الكاتب والمحلل السياسي التركي شكرا لكم إلى لقاء